يا حضرات ده حتى السادة والعبيد بيحكموكم او القاعدة دي بتحكمكم مش بس في الحرية والكرامة وفي التعبير عن الرأي لا ده منطق السادة والعبيد دخل حتى في خلفتكم السادة من حقهم يخلفوا زي ما هم عايزين لكن انت كعبد تفعلك اتنين وعلى فكرة لو ما خلفتش تبقى احسن في الوقت اللي طلعولك فيه الاصهر تكلم والافتاء تكلمت والاواف تكلمت والكنيسة تكلمت وظهرت فيه اعلانات للحاجات وسائل منع الحمل في الوقت اللي طلعين يقولك منع حمل منع حمل منع حمل تنظيم ناس تحديد ناس تنظيم ناس تحديد ناس في الوقت ده هم نفسهم بيخلفوا براحتهم فضيلة الشيخة صمت الليه ما رصد خلفة بعض رجال الدين اللي طلعين يقوله الناس ما تخلفوش اكتر من اتنين نسمع كده الشيخة صمت اللي ما بيقول ايه السيسي بيطالب الناس بتقليل عدد الانجاب وتحديد الناس وما شيخ السلطة بيطبله وراه بغض النظر عن الموقف الفقهي من الموضوع تعالوا نحسنها مع بعض السيسي له 13 اخ وعنده اربع اولاد ورغم انه انجب الاربعة وتلقته 10 سنين من فاشغر مية مين كان اولى يحدد الناس ويقلله وما يخلفش خالص الشعب اللي عنده مية ولا اللي ما عندوش طيب مختار جمعة اللي بيشجع العقم وعدب الانجاب له 3 اخوات وهو الرابع له اخت انجبت 11 عيل واخت تانية جايبة 7 والتالتة جايبة 5 اما مختار جمعة نفسه جايبة 4 وكان يريد اكتر لو لعملية اخيرة لزوجته فاضطر للتوقف عند اربعة ولو بنت خليجة اداب اشتغلت في البترول وثار حول وظيفتها جدا ادي مختار جمعة شوق علام عندو اربعة طيب السؤال كلكم خلفين اربعة بتطلبوا ازاي الناس ببجاحة بحاجة مش منفزينها على نفسكم طيب لو عملنا حصر لبقية الناس دي من قيادات عسكرية الاعلامين لمشايخة تتفاجئ بالاعداد وبالمناصب اللي بدون واسطة طبعا زي ما بيزعموا طيب نكمل مع الشيخ عصان بقى ونمد الخط على استقامته عبد الناصر عندو كم عيل الزعيم الراحل مفده جمال عبد الناصر عندو كم عيل جاب كم عيل عبد الناصر عيلين الزعيم الوحيد او الرئيس الوحيد اللي خلف عيلين هو مبارك علاقه جمال عبد الناصر عندو كم بقى عبد الحكيم وعبد الحميد ومونة وهدى العربعة السادات عندو كم عيل مراته الاوانية اخبال ماضي جاب منها ومراته التانية اجهان السادات جاب منها السيسي عندو كم عيل السيسي عندو كم عيل مصطفى ومحمود وبنات شمانة الشعب يخلف اتنين بس اه هيطلع واحد من خنازير السيسي يقولك ما هو ما كانش وقتها الناس في مشكلة خلفة لا يا حبيبها لا يا حيلتها اجيب لك انا خطبة لعبد الناصر بيتكلم سنة حاجة وستين ستة وستين يعني قبل ما السيسي يخلص السنوات العامة عبد الناصر سنة ستة وستين بيتكلم عن ان احنا بنخلف كتير يعني قبل ما مختار جمعة يخلف ويتجاوز قبل ما عالي جمعة يتخلف وتجاوز قبل ما المفت شوق علامي يخلف ويتجاوز قبل ما اخت مختار جمعة تخلف قبل كل جيل ده سنة ستة وستين قبل ما السيسي اصلا اصلا يبلغ عبد الناصر طلع في خطبة قال الخلفة وإحنا بنخلف كتير واللي وقف يقول لهم إحنا بنخلف كتير ده هو نفسه كان بنخلف أربع خمس عيال عبد الناصر نفسه اللي وقف يقول للشعب أنتوا بتخلفوا كتير كان بنخلف عبد الحكيم وخالد وعبد الحميد وهدى ومونة عبد الناصر قصة يعني وقف يطالب الشعب بتعديد الناس بينما هو عبد الناصر كان بنخلف أربع خمس عيال وقف يطالب الشعب لو أنشرب شاي في الشهر بكام ما نشربش شاي وهو نفسه باعتراف السيد عمر موسى اللي كان سكرترنا في أحد السفرات في أوروبا كل أسبوع كان بيجي له أكل الرجيم وارجعه لعمر موسى عبد النصر بيطالب الشعب بتقليل الشاي بس هيبعت يجيب أكل للرجيم من السويد أو من السويسة تقريبا ده موجود في كتاب عمر موسى كتابية عبد النصر اهو سنة ستة وستين خمستاشر يوليو يعني قبل ما السيسي يتجوز أصلا قبل ما السيسي يطلع له شنب اسمع إلعب يا موسى في رفع مستوى الانتاج احنا بنزيد كل سنة حوالي تلاتة في المية اذا كان مستوى التنمية كل سنة او زيادة الانتاج كل سنة تلاتة في المية معنى ده ايه؟ معنى ان احنا ما عملناش حاجة اللي بنبنيه بنخلف ناس تاكله وما نديش من اللي بنبنيه حاجة ابدا للجيل الحاضر طب اذا كنا بنخلف وبنزيد بنسبة تلاتة في المية يبقى هل ممكن خلي الصورة يا مسعد الله خليك ده منهور 15 يونيو 66 فل سكرين يا مسعد الله يكرمك ويكرم أصلك ده منهور 15 يونيو 66 على فكرة بعد سنة بالزبط من الخطبة دي هيتهف هزيمة عبد الناصر هتطلع من دماغنا لحد النهاردة هزيمة يونيو 67 الاخ اللي واقف عبد الناصر الزعيم المفدى اللي كان بيتكلمك كلمتين دول هو رفسه كان مخلف 4-5 سيال والسادات اللي كان قاعد في نفس الخطبة دي خلف من قبال ماضي وخلف من جان السادات وبعد كده هيجي جيل بقى جيل مختر جمعة وشوق علام والسيسي نفسه 66 السيسي موريد كام يعني 66 كان السيسي بيلعب في الحارة الحجلة وراح مخلف بقى مصطفى ومحمود والبنات قادي عبد الناصر قادي ولاد عبد الناصر هون عبد الحكيم وخالد وعبد الحميد وهدى ومنا كان بقى خمسة الزعيم جمال عبد الناصر مخلف خمسة خمسة بس يقول للشعب احنا بنخلف كتير طب هو ما نخلفه شو معنى انت بتخلف بس حد كان يقدر يقولي الزعيم حاجة حد ما يقدرش تكلم من الزعيم حاجة سيبك من عبد الناصر خلاص خلف وثيبك من السادات خلاص خلف انما تفرج على اهو السادات بس دول احفادوا معا كمان يعني يعني دول مش ولاد السادات بس دول ولاده وبناته ومجوز بناته وقصة طويلة يعني انما خلف انما احرام على بلابيله الدوح حلال للطير من كل جنس يا حضرات انتو العبيد ما تكلوش زي يوم السادات بيقولوا خلف سبع الله هو اعلم لانه ثلاثة من قبل ماضي واربعة من جهان السادات بقواهم سبع ما شاء الله نوها ولبنة وجمال وجهان ما شاء الله والله ثلاثة من السيدة اغبال ماضي واربعة من السيدة جهان السادات اللي هي الافيه ان جهان السادات دي كانت قائرة حملة تحديد النسل اللي دحكك ان السيدة جهان السادات اللي مخلفها اربعة من السادات هي نفسها اللي كانت بتقود حملة انظرك حولك وبص وراك والخلفة الكتير بتاخدت تنمية انت مش مان انت يا مدام لان هي من السادة هم مظلوا الله على الارض انت بتاكلش زيهم ولا تلبس زيهم ولا تتكلم زيهم كل الممنوعات دي ممنوعات لك انت لانه الشعب لو تخلف كتير العبيد بتكتر لكن المطلوب من السادة انهم يخلفوا كتير كاليجولا كان عنده المشروع ده وعلى فكرة هتلر كان عنده نفس المشروع قتل المرضى والفقراء والضعفاء من الشعب وعشان كده هتلر كان نفسه ان التوني خضر التوني البطل المصري يديره جنسية الالماني لان هتلر كان عنده فكرة انه يعمل شعب قوي نمى العيان والكسيح والمرضان والفقران ارمي ارمي في الزبالة زي ما قال اللي هو مجدب وامر هو امتداد لصوت كاليجولا هو امتداد لصوت بعض الاباطرة الرومان اللي كانوا شايفين انه لا مكان للحياة للفقراء والمرضى والضعفاء انت هزيت ليه والزحم ليه في المكان ما تخلص بقى الشعب عبيد احنا السادة واللي يميد يده على سيده يتضرب بالجزمة الخلاصة يا حضرات قالها الشعب المصري زمان يا فرعون ايش فرعانك قال ما لقيتش حد يلمني وفي رواية اخرى والله اعلم يردني وفي رواية تانية انا بحب اللي تفرعن علي يا حضرات السيسي والقتلة اللي بيحميهم مستنين حد يلمهم وعشان هم اضعف اه اضعف انا بقولك الطاغية دائما ضعيف اتفرج على موسوليني في عزه كان عامل ازاي وتفرج عليه بعد ما انتهى اتفرج على هتلر كان عامل ازاي اتفرج عليه وبيقتل نفسه بعد ما سمم كل اللي حواليه هم اضعف بكتير جدا بكتير مما تتخيل موسيقى 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 اشتركوا في القناة